طب انت اشتغلت مع مخرجين كتير يعني انت الناس ما تعرفوش انك في المجال الفني بقالك 22 سنة وفيه ناس بتقول تشتغل كتير جدا وتتعب كتير جدا وتحاول تدور على فرصة لحد ما سبحان الله ربنا كده بيجيبها خلاص بقى بيقولوا خلاص ده وقتك انت اكتهدت كتير وانت حاولت كتير وده الوقت اللي انت هتبان فيه ده الوقت ده بيبقى رزق من عند ربنا انت اشتغلت مع مخرجين كتير اكيد ايه الفرق بين انت من المخرجين اللي اشتغلت معاهم وبين محمد سامي في الشغل في طريقة الشغل لأ محمد سامي طبعا يعني بيركز مع الفنان تركيز رهيب يعني المخرج محمد سامي بيوريكي بيعد يحكيلك عن الشخصية وبيحكيلك وعايز منها ايه بالضبط وعايزها يبقى الكاركتر شكله ايه وبتلبس ازاي وشك عامل ازاي وشعرك عامل ايه ولما هنيجي ده قبل ما ندخل نمثل مم أبا بندخل بقى مم ما بيسيبكيش بيجي عند كل هفة وانت بيتمثلي ويقولك لأ بص بصش لأ انت حكينا مش هنعمل ايه هنا هنبيعض يلاجع مع كل بيدي اداء للناس طول ما هو قاعد اه لأ انت لما قلت هناك هتعنيج بص لأ انا مش عايز انت بص هنا وانت بتقول له الجملة دي انا عايزها تبقى في الناحية دي في الناحية دي تفاصيل محمد ثاني هو مخرج التفاصيل اه التفاصيل المزبوطة فعشان كده وبعدين هو بيقعد يذكر كتير قبل ما بيشتغل هو بيقعد يحضر في المسلسل لو بيكتب النهاردة في المسلسلات تقريبا اللي هيشتغل وفيه لسه في الصوير في شهر تسا هتعمل ما حاجة في رمضان الجاي؟ اتمنى ما حدش ما اتمناش ما اعملش مع محمد ثاني طول العمر لسه ما عارضش عليك دور؟ يعني فيه كلام في شغل اتمنى اتمنى هيعمل مسلسل لعمر سعد ومسلسل مية عمر في رمضان الجاي اه المفروض هتشتغل معه المفروض في مسلسل عمر سعد في مسلسل عمر سعد لسه 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 دور شريل ولا دور طيب؟ مش عارف لسه هو يعني لسه لسه الموضوع فطور الكتابة يعني كله فانت لسه ما تعرفش بس انت حابب طبعا ان انت تبقى ما فيش حد ما بحب اشتغل مع محمد ثاني محمد ثاني فرق معك مش معي انا بس محمد يفرق مع اي حد اشتغل معي اه اه انا فرقت مع محمد ثاني وغيري اي حد اشتغل مع محمد ثاني فرق معاه في حياته وفي حياته الفنية واي حد يتمنى يفضل اشتغل مع حد ناجع زي محمد ثاني قالك هنطلع ايه من ياسين الالفي محمد ثاني قال لي بص أنا عايزه ويبقى شخص هادي كده خالص مش عايزين نعمل كاراكتر المراتي احنا عايزين نعمل عماد هو ده عشان هلا أصدخاه أقول انا عايز للشخصية دي اللي أنا بشوفها في الحقيقة تيجي نعملها في المساعدة وبا بالطريقة دي هل بتقولها كده عايزة؟ بالظبط بتقولها كده؟ أيه لأنه قال لك الشخصية اللي في الحقيقة اللي بحقيقة أيه بكل من فعلتها لعملها في المساعدة يعني عماد أخيطل يا سيل ألفي والشخص اللي احنا شوفنا ده هو أنت كده في الحقيقة يعني أيه الحمد لله طب نشتك تلتاشفون بس بجلسك الخشف يا رب نفضل كويسين ويفضل يعني خليبيني لك ده كان الصعب ما كانش السهل بالنسبالي أنا أنت تلتع بشخصيتك طبيعي والله صعب